موسيقى يستعد الناخبون للإدلاء بأصواتهم في جولة لعادة من الانتخابات النيابية والبلدية 2014 وحسب القانون فيجب على المترشح أن يحصل على أغلبية الأصوات للفوز بالمقعد النيابي أو البلدي احتساب الأصوات وعملية الفرز والتدقيق قد نظمها القانون بما يضمن الشفافية والعدالة في وقت واحد التفاصيل في التقرير التالي 34 دائرة انتخابية من أصل 40 لم تحدد بعد أسماء المترشحين الفائزين في الانتخابات النيابية وبرغم من وجود اختلاف واضح في نسب التصويت التي حصل عليها المترشحون إلا أنه يشترط في فوز المترشح أن يحصل على أعلى نسبة من أصوات الناخبين بشرط أن يكون الفرق في الأصوات بينه وبين منافسه يعادل 50% ووفقا لقانون تنظيم الانتخابات البحريني يحق للمترشحين أو كلائهم الحضور في اللجان الإشرافية لمتابعة إعلان النتائج وتتسلم اللجان الإشرافية صندوق الاقتراع وأوراق الاقتراع ومحاضر الاقتراع والفرز الأصلية من اللجان الفرعية واللجان العامة أما فيما يتعلق باللجان الخارجية فتتسلم لجنة الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب محاضر الاقتراع والفرز الخاصة بها من اللجنة العليا تقوم اللجنة بحساب مجموع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ويراعى أنه بالنسبة للجان العامة فيتم حساب مجموع الأصوات لكل دائرة في كل محافظة وتحرر اللجان الإشرافية محضرا لكل دائرة انتخابية داخل في نطاق اختصاصها تثبت فيه مجموع الناخبين المقيدين في الدائرة من واقع جدول الناخبين ومجموع الناخبين الذين حضروا وأدلوا بأصواتهم ومجموع الأصوات الصحيحة ومجموع الأصوات الباطلة وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في تلك الدائرة ثم توقع من قبل كل من رئيس اللجنة والأعضاء بالنسبة لمحضر انتخاب أعضاء المجالس البلدية أما بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب فتوقع المحاضر من قبل رئيس اللجنة وأمين السر وتختم بختم اللجنة بعد ذلك يتم إرسال جميع المحاضر الأصلية وصناديق الاقتراع وأوراق الاقتراع إلى اللجنة العليا وتعلن اللجنة عن أسماء الفائزين كما تتولى اللجنة العليا الإعلان عن هذه الأسماء سارة البدري لمركز الأخبار